بيبدأ الفيلم بطالب سنوي اسمه لايت ووقعت في المدرسة وفجأة بتحصل عاصفة قوية وبتقع عليه مذكرة من السماء مكتوب عليها مذكرة الموت فبياخدها وبيطلع يجري بسرعة وفي طريقه بيلاقز ميلت ومية اللي معجب بيها وبيشوفها ويبدأت خانق مع كيني بلطاج المدرسة لانه ضرب اخوها فبيدافع عنها لايت وبيهدده انه هيقول لمدير المدرسة على كل حاجة وقبل ما يكمل كلامه بيدربه كيني وبيفقده الوعي ولما بيفوق بيستدعي المدير لمكتبه لانه اكتشف انه بيكتب الواجبات المدرسية للطلبة مقابل الفلوس وبيبان ان لايت طالب ذكي وعبقري جدا فبيقرر المدير يعقبه بالحجز لمدة خمس ساعات في المدرسة واول ما بيروح لايت للحجز بيقرأ مذكرة الموت اللي وقعت عليه وبيلاقي مكتوب فيها ان اي حد هيكتب اسمه في المذكرة هيموت ولازم الكاتب يكون عارف وش اللي هيموت كويس ويقدر يحدد طريقة الموت بنفسه عن طريق انه يكتبها في المذكرة وفجأة بيتقطع النور وبيسمع لايت صوت غريب في المكان فبيروح لمصدر الصوت وبيلاقي كائن غريب واقف في الضلمة وشكله مرعب جدا فبيترعب وبيكون مش مصدق ان اللي بيحصل ده حقيقي وفجأة بيلاقي التفاحة على الارض وبيعرف ان الكائن اكلها وبعدها بييجي الكائن اتكلم معاه وبيقوله ان اسمه ريوك وبيطمنه انه مش هيقذيه فبيسمع لايت صوت بنت عمالة تصرخ من الشباك وبيلاقي كيني بلطاج المدرسة عمالة يضربها وعاوز يسرق شنطتها فبيقترح عليه ريوك يجرب المذكرة ويكتب فيها اسم كيني وبيفكروا انه ممكن يحدد طريقة الموت اللي هو عاوزها ليه فبيكتب لايك اسم كيني في المذكرة وبيكتب ان عاوز راسه تطقطع وساعتها بيشوف عربية بتعمل حدثة جنب كيني وبيقع منها السل المعدني بيطير راس كيني فبيتفزع لايت وبيكون مش مصدق ان مذكرة الموت هي اللي عملت كل ده فبيقوله ريوك ان معاه قوة عظيمة وانه ممكن يستغلها لصلحه وبعد ما تحجس في المدرسة بيرجع لايت للبيت وبيعود يتغدى مع والده المحقق جيمس وبيعرف منه ان المجرم اللي قتل والدته خرج من السجن بسبب نفوزه فبيتضيق لايت وبياخد طفاحة وبعدها بيطلع قطه عشان يقرأ قواعد مذكرة الموت وبيلاقي مكتوب فيها ان صاحب المذكرة لو سبها او ما كتبش فيها لمدة سبعة ايام المذكرة هتختفي منه نهائي وهتروح لشخص تاني ولما بيقلب لايت الصفحة بيلاقي شخص كاتب فيها ما تثقش في ريوك لانه مش صديق وفجأة بيسمع صوت ريوك وراء وبيحط له طفاحة لانه بيحبها فبياكل ريوكو الطفاحة وبيشرح له اكتر عن قواعد المذكرة وبيقوله ان لازم طريقة الموت اللي هيكتبها في المذكرة تكون وقعية واخصى مدة لتحديد موت الشخص اللي هيتكتب اسمه في المذكرة هم يومين بس وساعتها بيقرر لايت انه ينتقم لولدته وبيكتب اسم المجرم وطريقة موته في المذكرة وساعتها بيكون المجرم قهب بيأكل في مطعم مع صحابه وبيجي الجرسون عشان يقدم له المشروب بتاعه بس فجأة بيكابل وبيقع المجرم بيصحى لايت على صوت والده جيمس وبيجي يعرفه ان المجرم اللي قتل والدته مات وبيكون لايت وقتها في غاية السعادة عشان اخيرا انتقم لولدته ولما بيروح المدرسة بيقعد يقرأ اكتر عن قواعد مذكرة الموت وساعتها بتيجي مية تتكلم معاه وبتشكره عشان دفع عنها في اول الفيلم وبتبدأ تسأله عن المذكرة اللي معاه فبيقرر لايت انه يحكي لها كل حاجة لانه بيحبها وعاوز يقرب منها وبيديها كمان مذكرة عشان تشوف ريوك ولكن ريوك بيظهر وبيقول له انه محدش يقدر يشوفه غيره هو لانه صاحب المذكرة اللي تم اختياره فبيفتح لايت اللابتوب بتاعه وبيشغل جريمة بتحصل لايف على موقع الشرطة وبيشوف اسمه صورة المجرم فبيكتب اسم المجرم ده وطريقة موته في المذكرة وده عشان يثبت كلامه المية وزاعتها بتحرك المجرم لوحده وبيعمل تحية العلم وبتيجي عربية الشرطة وبتشيله فبتتصدم مية وبتتفاجئ ان لايت كتب طريقة موته بالتفصيل وبتعرف ان اي حد بيتكتب اسمه في المذكرة بيموت على طول فبيقول لها لايت انه بيستخدم المذكرة دي عشان يعاقم المجرمين ويخلص البشرية من شرهم وساعتها بتقرر مية انها تساعده وبيبدأوا يكتبوا اسماء مجرمين كتير وبيخلصوا عليهم وبيختاروا اسم كيرة يكون رمز ليهم عشان يتشهروا بيه في العالم كله وبيخلوا كل الضحايا بتاعهم يكتبوا اسم كيرة قبل ما يموته وفعلا بيتشهروا وبتتكلم كل القنوات الاخبارية عن كيرة وبيقولوا انه كل المجرمين خايفين منه لدرجة انهم بيسلموا نفسهم للشرطة عشان ما يعاقبهمش وبسبب اللي حصل ده بتقل نسبة الجرائم بشكل كبير جدا وقتها بيبدأ الناس يحبوا كيرة وبيعتبروا بطل ومنقذ وبيحقق العدالة لانه بيخلص عن المجرمين وبيتطقي شرهم وفي يوم بيروح محقق عبقري اسمه إل لمسرح جريمة عملها كيرة في اليابان وبيعرف بزكاؤه ان كيرة على صلب الشرطة لانه بيجيب معلومات عن المجرمين من موقع الشرطة بنفسه وفي الوقت ده بيتكلم المحقق جيمس مع ابنه لايت وبيقول له انه ميسك قضية كيرة وانه بيعتبروا مجرم وقاتل وملوش حق انه يعاقب الناس ويقتلهم حتى لو كانوا الناس دول مجرمين وبيعرف منه انه إل عاوز يقابله ضروري فبيروح يقابله وبيقول له إل ان كيرة عايش في ولاية نيويورك لانه اول جريمة عملها كانت هناك وكمان اخترق موقع مركز الشرطة بسهولة وده معناه ان ليه صلة بحد من الزباط او المحققين وبعدها بيطلع إل في مؤتمر صحفي بيتزاع على التلفزيون وبيقول ان كيرة مقرد قاتل وانه بيقتل بس لو عارف وش واسم الشخص اللي عاوز يقتله وعشان يثبت كلامه بيستفز كيرة عالتلفزيون لانه مش عارف اسمه وبيقول له لو راجل قتلني يا حمادة وده لان إل ما اسموش إل أصلا ده اسم مستعار ومخب اسمه الحقيقي عن الناس وقتها بيشوفوا لايت عالتلفزيون وبيكون متعصب جدا وساعتها بيفضل ريوك يضحك عليه لانه مش عارف يتصرف فبيضطر لايت يستنى والده لحد ما يرجع البيت وبيسأله عن اسم إل الحقيقي ومعلومات عنه فبيقول له جيمس إن محدش يعرف اسم إل نهائي وإنه محقق ذاكي جدا ومشهور لأنه حل أصعب القضايا في العالم وتاني يوم بيخرج لايت وبيكتشف إن في حد مرقبه وبيعرف جيمس إن إل مرقب ابنه هو وكل أفراد عائلات زباط الشرطة لأنه شاكت كده إن كيرة واحد منهم وقتها بيروح لايت يقابل مية وبيقول لها إنه مترائب ولازم يوقف كتابة في مذكرة الموت عشان محدش يشك فيه فبتقترح عليه مية إنه يقتل كل الزباط اللي بيرقبه واللي مسؤولين عن التحقيق في قضية كيرة وبالتالي محدش هيشك فيه ويعرف إنه كيرة ولكن لايت بيرفض لأنه بيقتل المجرمين وبس وبعد شوية بيظهروا 21 زابط وهم طالعين سطح مبنى والغريب إنهم بينوتوا من فوقيب ويموتوا ولما بيوصل الخبر للايت بيتصدم وبيكون مش عارف إزاي ده حصل مع إنه ما كتبش أسماءهم في المذكرة فبيروح يتكلم مع ريوك وبيكون فاكر إنه هو اللي عمل كده ولكن ريوك بيقوله إن اللعبة ابتدت وبيعرفه إنه ما كتبش أي حاجة وقتها بيلاقي والده جيمس طلع على التلفزيون وبيقول إن كيرة قاتل وهيقبض عليه في أسرع وقت ولما بتشوف مية الأخبار بتكرر تكتب اسم والده في المذكرة وده عشان محدش يعرف إن لايت هو كيرة ولكن بيمنعها لايت وبيقولها إنه مستحيل ليقتل والده وساعتها بيتطمن إيل على جيمس وبيلاقيه لس عايش وبيخمن كده إن كيرة يبقى ابنه لايت وده لإن جيمس لحد دلوقتي ما ماتش المهم بيروحي قابله وهو قاعد في الكافية وبيقوله أنا عارف إنك كيرة وهسبت ده قريب جدا فبيقطع لايت وبيفهم من كلامه إن ده المحقق إيل وبيقوله إن اللعبة ابتدت وتحديك تثبت إن أنا كيرة ولما بيرجع للبيت بيلاقي إن مية مستنيها وبتعتذر له على فكرة قتل والده وبتعترف له بحبها ليه فبيقول لها لايت إنه شاف وش إيل ودلوقتي بس هو عاوز يعرف اسمه وده عشان يكتبه في مذكرة الموت ويخلص عليه وبتجي له فكرة إنه يعرف اسمه من خلال وطري المساعد بتاعه فبيدخل قطه وبيكتب في المذكرة إن وطري هيتصل بيه ويقول اسم إيل الحقيقي وهيموت بعد يومين بالزبط وبعد ما بيخلص بيقول لمية إن من قوانين مذكرة لو حرق الصفحة اللي كتب فيها الصاحب الإسم مش هيموت عشان كده قرر يحرق الصفحة وينقذ وطري لو جاب له اسم إيل وقبل ما يكمل كلامه بيتصل بيه وطري وبيقوله إنه ما يعرفش اسم إيل الحقيقي وكل اللي يعرفه عنه إنه تربف ملجأ أيتام وصغير والملجأ دا دلوقتي بقى مهجور فبيأمور لايت إنه يروح ملجأ الأيتام ويجيب الاسم قبل يومين عشان ما يموتش وتاني يوم بيسافر وطري عشان يروح لملجأ الأيتام وبيبان كده إنه مش في وعيه بسبب إن لايت كتب اسمه في المذكرة وساعتها بيدور عليه إيل في كل مكان ومش بيلاقيه وبيخمن كده إن لايت قتله أو عمله حاجة فبيروح له البيت وبيهدده إنه يقتله لو عارف إنه وطري مات وساعتها بيقول لجيمس إنه ابنه هو كيرة وإنه معاه أمر من الشرطة بتفتيش البيت وفعلا بيفتشه البيت لكنهم ما بيلاقوش أي حاجة فبيرجع لايت لقوته وبيتفاجئ إنه مذكرة الموت مش موجودة ولما بيروح المدرسة بيقول لمية إنه مذكرة الموت اختفت وخايف يكون إيه اللي أخدها لكنها بتقوله اطمن المذكرة معايا وبتعرفوا إنهم مترقبين ولازم يتعاملوا بشكل طبيعي عشان ما يتكشفوش وبالليل بيروحوا حفلة في المدرسة وبيحاول لايت يهرب من الزباط اللي بيرقبوه فبيروح ياخد مذكرة الموت من الخزنة بتاعت مية وده عشان يحرق الصفحة اللي مكتوب فيها اسم وطري وحاوز ينقذه بسرعة لأنه هيموت كمان خمس دقائق ولكن بيلاقي إن الصفحة اللي فيها اسمه مقطوعة فبيتصل على وطري وبيقوله يهرب من المكان اللي هو فيه وساعتها بيكون وطري في ملجأ الأيتام وبيدور في السجلات اللي فيها اسم المحاقق إلي الحقيقي وفجأة بيهجم عليه ناس وبيقتلوه فبيتعصب لايت وبيعرف إن مية هي اللي قطعت الصفحة اللي فيها وطري وده عشان تمنعه من إنه ينقذه ولما بيروح يواجهها بتعترف له إنها قطعت صفحة من المذكرة وكتبت فيها أسماء المحاققين في قضية كيرة وهي اللي خلتهم ينطوا من فوق المبنى والأسوأ من كده كمان إنها كتبت اسم لايت هو كمان وكتبت إنها يموت في نص الليل لو ما ادهاش المذكرة وبتطمنه إنها تحرق الصفحة دي بعد ما تاخب منه المذكرة وده لإنها بتحبه ومش عاوزة تقزيه وكل الموضوع بس إنها عاوزة تبعد عنه الشبهة قدام الشرطة وده عشان ما يعرفوش إنه هو كيرة وقتها بينهر قل لما بيعرف إن واتري المساعد بتاعه مات وبيكرر ينتقم من لايت ويقتله في اللحظة دي بيروح لايت يجيب المذكرة وبيلاقي إن مية قطعت صفحة من المذكرة وكان الكتب فيها إن قلبها يقف في نص الليل لو ما ادهاش المذكرة فبيروح وقتها يفتح موقع المطلوبين للعدالة وبيكتف المذكرة أسماء كتير وبيطلع يجري فبيشوفوا إيل وبيجري وراه لحد ما بيوقفوا وبيهددوا بالمسدس فبيقولوا لايت لو عاوز تعرف السر هتلاقيه في كتاب التفاضل والتكامل وقبل ما يكمل كلامه بيخرج راجل من المحل لجنبهم وبيقولوا إيل إن ده كيرة وإنه لازم يقبض عليه فبيضربوا الراجل على دماغه وبيفقدوا الوعي وبيطلع إن الراجل ده واحد من مؤيدين كيرة وبعدها بيروح لايت يقابل مية وبياخدها وبيركبوا الساقية في الملاهي وبيقول لها قبل ما تديك المذكرة لازم تعرف إنها هتضمر حياتنا ولازم نتخلص منها بأي شكل فبتشد منه مذكرة وبتتفاجئ إنه كتب اسمها وكتب إنها هتموت لو أخدت منه مذكرة وفجأة بيظهر ريوك وبيضمر الساقية اللي هم فيها فبتقع مية وبيحاول لايت ينقذها ولكن للأسف إيديها بتفلت وبيقعوا هما الاتنين ومعهم مذكرة وساعتها بتموت مية ولكن لايت بيقع في البحر والحسن حظه بتقع الورقة اللي مكتوب فيها اسمه في النار وبيدخل في غيبوبة لكنه مش بيموت وبعد فترة بيتم التحقيق مع المحاقق قل وبيقوله رئيس الوزراء إن جرائم القتل لسه شغالة وده معناه إن لايت مش هو كيرة زي ما بيقول وفي الوقت ده بيروح واحد يسيب مذكرة الموت جنب لايت في المستشفى ولما بيفوق من الغيبوبة بيخاب المذكرة تحت المخدة وساعتها بيجي والده وبيقوله أنا عارف إنك كيرة وفعلا بيعترف له لايت بالحقيقة وبيقوله إن كل اللي حصل ده كان مخطط له وإنه ساعة ما كان في المدرسة دخل على موقع المطلوبين للعدالة وكتب إنه لما يقع من الساقية هيجي دكتور يخرجه من المية ويحقنه بمادة مخدرة هتدخله في غيبوبة مؤقتة وبعدها يروح الدكتور ياخد المذكرة من المية وهيكتب أسماء مجرمين مطلوبين للعدالة وبكده جرائم القتل مش هتوقف والشرطة مش هتشك في لايت لإنه في غيبوبة أصلا وكتب كمان إن بعد ثلاثة أيام الدكتور هيرجع له المذكرة وهو في المستشفى وهيفوق بعدها من الغيبوبة أما بقى بخصوص مية فكتبت إنها هتموت لو أخدت المذكرة وهتوقع منها الورقة اللي مكتوب فيها اسم لايت وهتتحرق في النار وفي الوقت ده بيفتكر إيه اللي كلام لايت لما قاله من السر في كتاب التفاضل والتكامل فبيعرف إن مية هي اللي كانت بتدرس المادة ديت وبيروح على بيتها وبيطلع الكتاب وبيلاقي في ورقة من مذكرة الموت ومكتوب فيها أسماء الزباط اللي خلتهم ينطوا من فوق سطح المبنى فبيفهم إن الورقة دي من مذكرة الموت وإن أي حد بيتكتب اسمه فيها بيموت على طول فبيقرر يكتب اسم لايت في المذكرة عشان ينتقم منه وساعتها بيظهر ريوك للايت قبل ما يموت وبيفضل يضحك وبيقوله إن البشر دول كائنات مثيرة للاهتمام وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم بمحقق اسمه جاس وبيحكي قصة قديمة والدته كانت دايما بتحكيها له فبتقوله إن الشيطان إبليس موجود على الأرض وبيحاول يغوي الناس وبيعقبهم على زنوبهم قبل ما يقتلهم وبيتكون طريقته في القتل إنه بيتنكر على هيئة إنسان في المكان اللي بينتحر فيه أي شخص وبيفضل مستني المزنبين يتجمعوا في مكان واحد عشان يقتلهم ويخلص عليهم كلهم وفي الوقت دوت بتحصل حدثة انتحار لواحد بينط من برج تجاري وبيقع على العربية نقل واللي بتتحرك من مكانها بسبب إن فرامل اليد بتاعتها مفكوكة وفي نفس الوقت بيكون المحقق جس قهب بيتكلم مع صاحبه وبيعرف خبر الحدثة وبيشوف العربية اللي الراجل مات عليها وبتكون وقفة قدام عمارة مكوانة من دورين اتنين فبيقول إن مستحيل الراجل ده يموت من على ارتفاع قليل زي دوت وساعتها بيلاحظ إن فيه مي على الأرض وبيعرف إن العربية اتحركت من على منحضر عالي لحد ما وصلت للمكان دوت وبيكتشف إن الراجل نط من على سطح البرج التجاري ووقع على العربية ومات وبما إن العربية كانت فرامل اليد بتاعتها مجدودة فاتحركت من مكانها وفي البرج دوت بيكون فيه خمس أشخاص ما يعرفوش بعض دخلين الأسانسير لكنه بيعطل بيهم أول ما بيتحرك وساعتها بيرتبك بين حارس الأمن اللي معاهم لإنه عنده فوبيا من الأماكن المغلقة وساعتها بيكون حراس الأمن مرأبين اللي بيحصل على الكاميرات فبيتصلوا على عامل الصيانة عشان يشغل الأسانسير وبعدها بيكلموا الموجودين في الأسانسير من خلال السماعات وبيطمنوهم وفي الوقت دوت بيروح عامل الصيانة لكابينة التحكم وبيفصل الكهرباء على الأسانسير لمدة عشر ثواني وأول ما بيتقفل النور بتحس الست العجوزة إن في حد بيمسك إيديها وبتكتشف إنه يبقى بين حارس الأمن فبيعتذر لها بين وبيقولها إنه بيترعب من الأماكن الديقة وبيبدأ يحس بديق تنفس فبيحاول شخص اسمه توني إنه يفتح الفتحة اللي في سقف الأسانسير وده عشان يدخل له هواه ويقدر يتنفس وقتها بيكتشف عامل الصيانة اللي الأسانسير مش عطلان ولا حاجة وبيبلغ حراس الأمن بالموضوع وبيكونوا مستغربين إزاي الأسانسير واقف وهو مش عطلان أصلا وبالصدفة بيشوف حارس أمن اسمه رامير شكل غريب بيظهر في الكاميرات وبيختفي فبيحس كده إن في حاجة مش طبيعية بتحصل ولما بيتقطع النور عن الأسانسير بتحس واحدة اسمها سارة إن فيه كائن مجهول ضربها وبتقع على الأرض فبيحاول يقوموها وبيشوف واحد منهم اسمه فينز أصار دم على الجاكب بتاعه فبيخبيه عشان محدش يشك إنه هو اللي ضرب سارة لكنهم بيشوفوا الدم وبيشكوا فيه وبيفضل يحلف لهم إنه ما عملش أي حاجة وقتها بيكرر حراس الأمن إنهم يتصلوا بالشرطة لأن الوضع بقى أخطر مما يتخيلوا وبيراجع رامير الكاميرات عشان يشوف الشكل الغريب اللي شافه قبل كده فبيبدأ يقل أكتر وبعد شوية بيوصل المحقق جس وبيتكلم مع موجودين في الأسانسير من خلال السماعات وبيطلب منهم إنهم يحطوا بطيقهم قدام الكاميرا وده عشان يشوف أسمائهم ويبدأ يتحر عنهم ولكن للأسف جودة الكاميرا بيكون ضعيفة ومش بيعرف أسمائهم فبيروح لغرفة الاستقبال وبيشوف السجل اللي فيه أسماء كل اللي دخلوا البرج والساعتها بيتقطع النور على الأسانسير وبيسمع المحبوسين أصوات غريبة وبيلاقوا المراية بتتكسر ولما بيرجع النور بيتفاجئوا إن فين سميت ومطعون فرقابته بقطعة إزاز فبيروح المحقق جاس عشان يراجع الكاميرات وبيكون مش شايف أي حاجة بسبب الضلمة وبيقول إن القاتل أكيد هو واحد من الموجودين في الأسانسير فبيقوله الحارس رامير إن فيه شخص انتحر من على المبنى وده معناه إن الشيطان موجود في الأسانسير ومتنكر في شكل بشري على هيئة واحد من الموجودين هو بالتأكيد هو اللي بيعمل كل دوت فبيتجعل جاس كلامه وبيكون مش مصدقه وبيعرف إن الحارس بين اللي موجود في الأسانسير كان محبوس قبل كده عشان ضرب جاره ودخله في غيبوبة فبيشك إن هو اللي عمل الجريمة ديت فبيشوف جاس جواب في جيب فينس وبيطلب من المحبوسين إنهم يحطوه قدام الكاميرا وبيشوف لوجو الشركة اللي فينس كان طالع لها في البرج فبيقرر يطلع للشركة وبيروح للمكان اللي الراجل انتحر منه وبتقوله زملته إن الراجل كتب رسالة قبل ما ينط من البرج والرسالة مضمنها إن الشيطان بيقرب منه وبعد شوية بيوصل عمال المطافي وبيحاولوا يكسروا الأسانسير وساعتها بيخرج واحد من المحبوسين اسمه توني من خلال فتحة السقف وده عشان يحاول يشغل الأسانسير من بره وبيسحبوا بينجو والأسانسير وبيكون فاكله هيهرب وبيقولوا إن محدش هيخرج من هنا غير لما الشرطة يعرفوا مين فيهم اللي قتل فينس وقتها بيتكلم المحاقق جاس مع واحد في الشركة وبيعرف منه إن فينس نصب على ناس كتيرة جدا وإن أكيد في حد من الضحايا بتوعه موجود في الأسانسير وقتله عشان ينتقم منه فبيرجع لمكتب الأمن وبيوريله رامير الشكل الغريب اللي شافه في كاميرات المراقبة وبيقوله إنه متأكد بنسبة 100% إن ده الشيطان وهو اللي بيعمل فيهم كل دوت وقتها بينزل عمل الصيانة من فوق البرج عشان يصلح الأسانسير ولكن فجأة بيختل توازنه وبيقع على الأسانسير وبيموت وبتكون جسيته فوق الفتحة اللي توني كان بيحاول يطلع منها وبالتالي بيكونوا تحبسوا في الأسانسير نهائي وما فيش أي سبيل للخروج ولما بيتصل حراس الأمن على العامل بيلقوه ما بيردش عليهم فبيحس جس إن في حاجة حصلت وبيطلع السطح وبيلاقي إن العامل مات فبيرجع لمكتب الأمن وبيعرف هوية كل الموجودين في الأسانسير مع عادة توني لإنه ما سجلش الدخول للبرج وبيكتشف كمان إن كل واحد فيهم كان عامل جرائم زمان وفجأة بيتقطع النور في الأسانسير وبيسمعوا صوت خبط فيه وأول ما النور بييجي بيلقوا إن الست العجوزة مشنوقة بسلك الكهربع فبينزلها توني على الأرض وبيكونوا مش عارفين مين فيهم العمال يعمل الجرائم ديت وساعتها بيفتش المحقق جيس الحمامات لإن توني كان ماسك شنطة وهو داخل البرج وبيلاقي إن الشنطة تحت الحوض وفيها عدة تصليح مش أكتر وفي اللحظة ديت بيتخانق بين مع توني لإن شاكك فيه إنه هو العمل الجريمة ديت وبتكلم سورة المحاكك في الكاميرات وبتترجى يخليهم يوقفوا الخناء وبالفعل بيزعق لهم جيس وبيؤمرهم إنهم يبعدوا عن بعض وكل واحد فيهم يقف في زاوية لوحده ويرفع إيده على الحيطة وبعدها بيقول للحارس رامير إن والدته كانت بتحكيله زمانه وصغير عن قصة الشيطان ودلوقتي هو حاسس إنها حقيقية فبيقوله رامير إن كل الموجودين في الأسانسير هيموتوا لإنهم كانوا مذنبين وعملوا جرائم وللأسف مفيش حد هيقدر يوقف الشيطان غير ربنا وقبل ما يكمل كلامه بيجي زابطي يتكلم مع جيس وبيقوله إن سارة لها سجل إجرامي في الشرطة وإنها كانت طالعة لمحامي في البرج عشان ترفع قضية على جوزها وتستولي على فلوسه وبيعرفوا إن جوزها يبقى صاحب شركة الأمن اللي بين بيشتغل فيها فبيخمن جيس إن جوزها بعت دين عشان يقتلها وهو اللي عمل كل الجرائم ديت كتمويه عشان محدش يكشفه وفجأة بيطقطع النور في الأسانسير كالعادة وبيكونوا مرعبين وعارفين إن في حد فيهم هيموت ولما بيرجع النور مرة تانية بيلاقوا إن بين ميت ورقابته مكسورة فبيمسك توني قطعة إزاز هو وصارة وبيهددوا بعضهم بالقتل وبيكون كل واحد فيهم فاكر إن التاني هو المجرم فبيهديهم المحاقق جيس وبيلاقي إن النور قطع وأول ما بيرجع بيتفاجئ إن سارة ماتت فبتيجي خطيبة توني وبتتكلم معاه وبتقوله إنه لو فاكر إن توني هو اللي عمل كل الجرائم ديت يبقى غلطان وبتشرح له نجيل بورج ده أصلا عشان عنده انترفيو شغل وساعتها خب المعدات بتاعته تحت حوض الحمام لإنه مش هينفع يدخل بيها للانترفيو وبيبدأ يسألها لخطيبة مسجلش في سجيل دخول البرج لو كلامها فعلا صح فبتقوله إنه أكيد عمل كده وبتعرفه إن اسمه يبقى توني جين فبيكتشف المحاقق إن فعلا فيه اسم جين في السجل وأكيد الحارس تلعبط وسجله باسم أبوه وبيطلع إن كل ده كان فاكر إن الست العجوزة اسمها جين وهي الوحيدة اللي بيلاقي اسمها مش مكتوب في السجل فبيبدأ يسأل هما للولية دي تبقى مين وقتها بتقوم الست العجوزة من وراء توني وبيكون عينيها لونها اسود هو بتقوله إن أنا إبليس وجي الوقت اللي تدفع فيه ثمن الجريمة اللي عملتها زمان فبيفتكر توني إنه من عشر سنين كان سايق عربيته وسكران وإنه خبط في عربيت واحدة وابنها وقتلهم وهرب بسرعة من مكان من غير ما يستعدهم والمفاجأة بقى إن الست دي تبقى مرات المحاقق جيس وفي الوقت دوت بيقطع عمال المطافي سلك الأسنسير وده عشان ينزل الدور الأرضي ويوقفوه بالفرامل الألية وساعتها بيلاقي توني جهاز لسلك جنبه وبيعترف على الجريمة اللي عملها وبيكون جيس سامعه وهو مصدوم لإنه بقى له عشر سنين بيدور على الشخص اللي قتل مراته وابنه وقبل ما يفتح العمال الأسنسير بيتكلم الشيطان مع توني وبيقوله كان نفسه أتلك ولكن من الواضح كده إن ربنا سامحك وإن مش هقدر أعملك حاجة وبعد لحظات بيفتح العمال الأسنسير وبيلاقوا الست العجوزة اختفت تماما وساعتها بيقبض المحاقق على توني وبيقوله أنا كنت مستنى اللحظة دي من زمان عشان أنتقم منك لكن دلوقت أنا مسمحك لإنك طنعت إن ربنا موجود ومستحيل يسكت عن الظلم مهما عدة الأيام والسنين وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم مع الدكتورة نفسية روز اللي بتشتغل في مصحها للأمراض العقلية وبنشوفها وابتكلم مع مريض نفسي اسمه كارل وبيقولها إن كل البشر هيموتوا لفترة الجاية وإن فيه كيان شرير هو اللي هيقضى عليهم واحد ورد تاني فبتحاول روز دي هديه وبتفاهمه إن دي مجرد هلاوس وبعد ما بتخلص روز معاه الجلسة بتروح لمكتب جون مدير المستشفى عشان تعرفه تقارير الحالات بتاعتها بس جون بيقطعها وبيأمرها تروح جلسة علاج نفسي لبنت سماعة لورا وإنها لازم تجيب له تقرير عن حالتها في أسرع وقت وده لإن الشرطة مستعجلة جدا على التقرير ده وفعلا بتروح الدكتورة روز تقابل لورا وبتلاقيها وقفة لوحدها في القوضة وكأنها خايفة من حاجة فبتحاول تتكلم معاه وتهديها وبتسألها إيه اللي مؤثر على نفسيتك فبتنهار لورا وبتقولها إنها شافت دكتور الجامعة بتاعها وبيأمر نفسه بسكينة وساعتها كان بيبتسم بطريقة مخيفة زي ما يكون فيش طان كده كان مستحوز عليه ولكن بتعرفها إن دي مش مشكلتها الرئيسية وده لإنها من ساعة ما شافت الدكتور وبينتر بدأت تشوف حاجات غريبة ومنها شيطان مبتسم بشكل مخيف والشيطان ده دايما بيوعدها إنه هيقتلها فبتقول لها روز إنها مش مصدقة كلامها وني دي مجرد تهيقاب بتحصل لها بسبب حدثة الدكتور وني ده شيء طبيعي لأي حد بيمر بالتجربة اللي هي مرت بيها فبتتعصب عليها لورا وبتقول لها أنت دكتورة مجنونة وبتعرفها إن الشيطان ظهر لها وقال لها إنها هتموت النهاردة وفجأة بتترعب لورا وبتبدأ تبعد عن الدكتورة روز وده لإنها شافت الشيطان قدامها وبتفضل تصرخ بصوت عالي وبتقول إن الشيطان عمال يقرب منها فبتقلق الدكتورة روز وبتتصل على الممرضة عشان تيجي بسرعة وأول ما بتقفل المكالمة بتلاقي لورا واقفة قدامها وبتبتسم وبتقتل نفسها بشكل بشع جدا فبتتفزع روز وبتكون مش مستوعبة اللي حصل وبعدها بيجي المحقق جويل خطبها القديم ومعاز مينه من الشرطة وده عشان يعرفوا منها إيه اللي حصل بالزبط وبيبدأوا يقولولها إنهم مش فاهمين إزاي لورا بتحقت لإنها كانت باحثة وبتحضر دكتورة في الجامعة وكل الدكاترة بتوعها قالوا إنها بنت زكية جدا وعقلة فبتقول لروز إنها تكلمت مع لورا ولاحظت كده إنها مش في كامل قوها العقلية لإنها كانت بتشوف تهيوات ودايما بتتكلم عن شيطان مبتسم وعاوز يقلها وبالليل بترجع روز شاقتها وبتبدأ تسمع صوت غريب بينادي عليها في الشقة ولكن الصوت ده بيختفي أول ما بييجي خطبها تريفر واللي بيطلب منها تلبس هدومة عشان يروحوا تعاشوا برا سوا مع أختها الصغيرة هيلي فبتوافق روز وبتروح بالفعل معها المطعم وهناك بتقعد تفكر في حثة انتحرك لورا وبعدها بتتكلم مع أختها هيلي وبتقول لها إنها محتاجة فلوس الفترة دي عشان محتاجة تقدم لابنها في المدرسة عشان كده بتطلب منها بيع البيت بتاع والدتهم وتديها نصبها فيه فبتنفع الروز وبتقول لها يستحيل أفرت في البيت اللي تربينا فيه خصوصا إن والدتهم انتحركوا المصغيرين والبيت ده دلوقتي بيفكرهم بيها وتاني يوم بتروح روز الشغل وبتأمر الممرضة تجيب لها كل تقارير حالة لورا على مكتبها وده عشان عاوزة تعرف إذا كان فعلا فيه شيطان بيطاردها ولا دي مجرد تهيقات وفجأة بتلاقي المحاقق جويل جاي يتكلم معاها وبيقول لها إن عاوز يرجع علاقتهم زي الأول لأنه لسه بيحبها ومش قادر ينساها فبتقول له روز إن علاقتهم انتهت من زمان وبتعرفوا إنها تخطبت لحبيبها تريفر ومبسوطة جدا معاها وبعد شوية بتروح مكتبها عشان تقرأ التقارير وبتكتشف إنه لورا كان بتقول للشرطة إنه دكتور الجامعة وكمان كان بيشوف الشيطان وإنها أول ما شافته وبينتحر بقيت بتشوف الشيطان هي كمان فبتستنتك لورا إن أي حد بيشوف الابتسامة بتاعت الشخص المنتحر لازم تتنقله اللعنة وبيشوف الشيطان هو كمان وبتحصل له حاجات غريبة وده معناه إنها ممكن تشوف الشيطان هي كمان لإنها زي ما قلنا شافت لورا وهي بتنتحر وبعد ثواني بتتصل بيها أختها هلي وبتعزمها لحفلة عيد ميلاد ابنها جاكسون وبتطلب منها تجيب له لعبة هدية فبتوافق روز وبتوعدها إنها تروح الحفلة وفجأة بتشوف لورا وقفة قدام المستشفى وبتبصلها كأنها لسه عايشة فبتتفزع روز وبتحس كده إن في حاجة مش طبيعية بتحصل وبعدها بتروح لكارل المريب بتاعها وبتلاقيه بيبصلها وبيبتسم بشكل مخيف جدا وأول ما بتقرب منه بيصرق في وشها وبيقول لها إنها هتموت بعد ست أيام بس فبيسمعوا الممردين وبيجوا يربطوه في السرير وبعدها بيتم استدعاء روز لمكتب المدير وبيقول لها إنه هيديها أجازة أسبوع بسبب إن حالتها النفسية مش مستقرة فبتقتنع روز بكلامه لإنها بقى تشوفها لوز بشكل مستمر ولما بتخرج من المستشفى بتروح عشان تشتري لعبة هدية لجاكسون ابن اختها وأول ما بترجع البيت بتقعد تلف الهدية وفجأة بتلاقي إن زار البيت تشتغل بدون أي مبرر وبيتصل بيها موظف من شركة الأمن وبيعرف أن في حد اختحم شاقتها وهي مش موجودة فبتحس بالقلق وبتتصل بالشرطة فورا وأول ما بيوصلوا بيفتشوا البيت لكنهم مش بيلاقوا أي حاجة فبتدخل تعمل أكل للقطة بتاعتها وبتدور عليها عشان تدهولها لكنها مش بتلاقي القطة في البيت وبتقول لنفسها إنها ممكن تكون موجودة في الجنينة فبتقعد تسمع التسجيل الصوت بتاع لورا ويا بتتكلم مع ظابة الشرطة في التحيات وبتقول له إنها دايما بتشوف شطان مبتسم عمال يقرب ناحيتها وفجأة بتلاقي روز كائن واقف جنبها وبيقول لها إنها تموت فبتترعب وبتمسك السكينة وبتحاول تدافع عن نفسها ولكن بييجي خطبها تريفر وبيهديها وبيقول لها إن مفيش حد في البيت فبتتدايق روز وبتروح تقابل مادلين الدكتورة النفسية بتاعتها وبتبدأ تحكي لها كل اللي حصل وإنها شكة في موضوع الشيطان ده إنه ممكن يبقى حقيقي فبتقول لها مادلين إنها مضطربة نفسية مش أكتر وده اللي سبب لها اضطراب نفسي فبتحس روز فعلا إن كلامها ممطقي وبعدها بتروح حفلة عدميلاد جاكسون بنختها وأول ما بيفتح جاكسون الهدية بتاعت روز بيلاقي جواها القطة بتاعتها وهي ميتة فبتنهى الروز وبتكون مش مستوعبة الموضوع وبتلايين المعزيم خايفين منها حتى اختها هلي وفجأة بتبص لها واحدة من معزيم وبتبتسم بطريقة مخيفة جدا فبتستنتج روز إن ده الشيطان وبتفهم إن القصة حقيقية وإنه بيطاردها دلوقتي فبتصرخ وبتقول الشيطان يبعد عنها وفجأة بتتكابل وبتقع وبتتنقى الروز بعدها للمستشفى اللي هي بتشتغل فيها وبعدها بيجي مدير المستشفى يتكلم معها وبينصحها تروح لدكتور نفسي لإنه واضح عليها كده إنها مريضة ولازم تتعالج وبالليل بتخرج روز من المستشفى مع خطيبها تريفر وبتقوله إن فيه شطان بيطاردها وعاوز يقتلها فبيتعصب تريفر وبيقولها إنه مش مصدقها وبيطلب منها إنها لازم تروح لدكتور نفساني فبتتخانق روز معاها وبتسيبه وتمشي وأول ما بترجع البيت بتدور على العنوان الدكتور الجامعي اللي أجل نفسه قدام لورا على أمل إنها تعرف أي معلومة بخصوص موضوع الشيطان وفعلا بتروح للعنوان بتاعه وبتقابل مراته جيسي وبتسألها لو تعرف ليه جوانطار وقتل نفسه قدام لورا الطالبة بتاعته فبتقول لها جيسي إنه بزها ما كانش بيعاني من أي اضطرابات نفسية ولكن حصل حاجة غريبة غيرته 180 درجة والحاجة ديت إنه شاف واحدة بتنتحي وهي مبتسمة ومن ساعتها تصرفاته بقت غريبة لدرجة إنه بيقعد لوحده في المكتب لساعات طويلة جدا وكمان كان بيرسم رسومات مرعبة فبتدخل روز مكتبه عشان تشوف الرسومات ديت وبتتفاجئ إنه رسم أشخاص وهم بيبتسموا وبعد تفكير عميق بتكتشف سر الشيطان اللي بيطاردها وإن أي حد بيانتحر ومبتسم بيكون الشيطان ده مسيطر عليه وبعد شوية بتروح روز ده قابل المحقق جويل خطبها القديم وبتطلب منه يجب لها معلومات عن الست اللي انتحرت قدام الدكتور الجامعي وده عشان عاوزة تعرف مين أول حد تصاب باللعنة ديت وكمان تحاول تعرف أي معلومة تخرجها من الورطة اللي هي فيها فبيفتح جويل اللابتوب بتاعه وبيدور في اسجلات الشرطة وبيقول لها إن الست دي قبل ما تموت باربعة أيام شافت شخص في بنزينة بينتحر ومبتسم وبيستغرب جويل من الموضوع لأنه في ناس كتيرة مكتت بنفس الطريقة فبتاخد روز نسخة من ملف القضية ديت وبتروح توري لأختها هيلي عشان تساعدها وعشان تعرفها كمان إن فيه شيطان بيطريدها لكنها بتتفاجئ إن هيلي مش مصدقها وبتطلب منها تابعت عنها تماما لأنها مريضة ومحتاجة تتعالج فبتتصدم روز من كلامها وبتروح تركب عربيتها وفجأة بتلاقي هيلي جاية ناحيتها وبتكون رقابتها مقطوعة فبتتفزع من منظر وبتكون مش مستوعبة اللي بيحصل لكنها في النهاية بتكتشف إنها بتتخيل وبتفضل تعايت لأن الشيطان هو اللي يخليها تشوف الهلاوس ديت وفي آخر اليوم بيتصل بيها جويل وبيقول لها إن حقق في كل حوادث وإن فيه عشرين واحد انتحق وهم بيبتسموا على الرغم إن كل التقارير بتقول إن حالته من نفسية ما كانتش سيئة على الإطلاق ولكن المفاجأة إن فيه شخص واحد بس هو اللي نجا من الموت والشخص دوت اسمه جاك ودلوقتي موجود في سيجني في ولاية نيويورك لأنه قاتل جارته بطريقة بشعة قدام جوزها فبتروح روز تقابل جويل وبيقرار إنه يميروح السجن الجاك وده عشان يعرفه إزاي قدر يهرب من لعنة ديت ولما بيوصله السجن بتروح روز تقابل جاك وبتطلب منه يساعدها ويعرفها إزاي قدر يهرب من لعنة ديت بحجة يعني إن عندها مريضة نفسية مصابة بنفس اللعنة ديت فبيتشرط عليها جاك وبيأمرها تخلي جويل يخرج من الأوضة وبيبدأ يعرفها إن الحل الوحيد عشان تتخلص من لعنة ديت إنها بديت الحد يتعرفه كويس ويكون فيه شخص تاني شاهد على الجريمة وده عشان اللعنة تخرج منها وتتنقله هو وبيبلغها إن اللعنة ديت مدتها أسبوع واحد بس وفي اليوم السابع بيظهر الشيطان بشكل حقيقي وساعتها بيسيطر على الضحية وبيخليها تنتحر من غير ما تكون في وعيها فبتنفع الروز وبتقوله إنها هي اللي مصابة باللعنة مش المريضة بتاعتها وأول ما جاك بيعرف الكلام ده بيصرخ بصوت عالي جدا وبيبدأ يقولها إن الشيطان دلوقتي عارف كل حاجة وإنه أكيد هيقله بسبب إنه قلها إزاي تتخلص من لعنة فبتخرج روز من السجنة ويا منهارة وبتكون رافضة تحكي الجويل إيه اللي حصل لحد ما بترجع البيت وحالتها النفسية بتسوق أكتر وكتر وبتكرر روزنا تنحر قبل ما الشيطان يسيطر عليها ولكن فجأة بتيجي مادلن الدكتورة نفسية بتاعتها وبتقول لها إنها جاية عشان تطمن عليها فبتكذب عليها روز وبتقول لها أنا كويسة وفجأة بيجي لها مكالمة وبتتفاجئ إن الشخص اللي بيكلمها هو مادلن فبتتفزع وبيكون مش عارفة مين الشخص اللي واقف قدامها لحد ما بتعرف إنه هو ده الشيطان وبيبدأ يبتسم لها بطريقة مرعبة جدا وبيقول لها إن فاضي اليوم واحد بس على نهاية اللعنة فبتروح المصاحة النفسية اللي هي بتشتغل فيها وبتدخل قودة كارل المريض النفسي اللي كانت بتعالجه وبتقدم جون مدير المستشفى بتاعها بس فجأة بتسحى روزوية في العربية وبتكتشف إن ده كان كابوس وبالصدفة بيشوفها جون ويوقفة بالعربية بتاعتها قدام المستشفى وبيتفاجئ إنه فيه سكينة معها في العربية فبتتفاجئ روز إن وش جون بدأ يتحول وبقى شكله مخيف وبعدها بتهرب بسرعة بالعربية وبتبدأ تتصل بالمحقق جويل وبتقوله إن ده اليوم السابع ليها والشيطان هيسيطر عليها عشان كده قررت تقعد لوحدها في بيت والدتها عشان هناك وبالتالي محدش هيشوفها ويابتنتحر واللعنة مش هتنتقل لحد غيرها ولما بتوصل البيت بتفتكر نفسها وهي طفلة وبتشوف والدتها ويابتنتحر قدام عينيها وبتكون مش قادرة تساعدها ومن ساعتها ويحاسة بالزمد وبالليل بتقفل روز كل الشبابيك وفجأة بتسمع صوت والدتها في القوضة وأول ما بتدخل بتلاقيها قدامها وبتلومها عشان مساعدتهاش فبترتبق روز في البداية وبعدها بتفهم أخيرا إن ده الشيطان وبتبدأ تقوله إنها مش خايفة منه وسعيدة عشان هتموت من غير ما تقزي حد فبيبعد عنها الشيطان وبيبتسم وبيكون واضح عليه كده إنه بيخطط لحاجة في الوقت ده بتخرج روز من القوضة وبيظهر لها الشيطان مرة تانية وبيعجم عليها وبيخنقها فبتدربه بالمصباح اللي معاها وبتخرج من البيت فيها مرعوبة وأول ما بتبعد عن البيت بتلاقيت حرق قدامها فبتفرح أخيرا إنها تخلصت من الشيطان فبتروح لبيت جويل عشان تستريح عنده وفجأة بتلاقيه بيبصلها وهو مبتسم فبتكتشف إن ده الشيطان وبتطلع تجري بسرعة قبل ما يمسكها ويسيطر عليها لكنها بتتفاجئ إن كل اللي حصل ده ما كانش حقيقي وبتلاقي نفسها قدام بيت والدتها وبيكون البيت سليم ومش محروب وفي الوقت ده بيجي المحقق جويل عشان يتطمن عليها فبتتفزع روز وبتكون فاكره الشيطان وبتروح عشان تدخل البيت بسرعة وبتقفل عليها الباب لكنها بتتفاجئ إن الشيطان واقف وراها وهو اللي خليها تتخيل كل ده عشان يخليها تخاف من جويل وتدخل البيت وبكده الشيطان يكون قدر يغدعها ويخليها هي اللي تروح له بنفسها وفجأة بيزرلها الشيطان بشكل حقيقي وبيبدأ يسيطر عليها وبيخليها تفتح بقها وبيدخل جواها وبعد شوية بيكسر جويل الباب وبيدخل البيت عشان يتطمن علي روز فبيلاقيه مسكة جيرك من منزين وبترميه على نفسها وبعدها بيبص لها يا مبتسمة وللأسف بيكون حصل عكس ما هي توقعت وبتتنقل اللعنة لجويل في النهاية وبيكون هو اللي عليه الدور وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة اعملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى اخذ لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة